وده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظري في القضايا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقادي بالدولة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات ناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقادي بالدولة حيث اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز آداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها خاصة في المحاكم الابتدائية حيث لم يعود يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى ست دعاوى أسرة قبل عام 2021 و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020 وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة وقب أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاء في سرعة إنهاء قضايا المواطنين معربا عن التطلع إلى مواصلة هذا الآداء الكفء بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوى الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحداث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الآذاء خلال النظر في القضايا وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلع كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلاة فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر